ثلاث قنوات بيكونوا متدخلين وبيكونوا مبطنين من الداخل بميكروسكوبك هيرز اللي هو شعر صغير كده اسمه سيليا ومجانين بيسهل اسمه اندوليمف مع اي تغيير لوضع الجسم السهل بيتحرك عكس السيليا فبيولد احساس بالحركة وده بيساعد الدماغ على انشاء التوازن الأوزن الوسطى بتتكوى من طابلة الأوزن اللي هي تيمبانيك ميمبرين وثلاث أوسيكلز اللي هم عظميات السمع او انتيريور سيبيريور اي حاجة واحدة سوبيديور بستيريور او بستيريور سيبيريور والثالثة اسمها لاترال سيمي سيركولر كنال اهلا وسهلا بكل اصدقائي العزاء معكم احمد شريف من قناة المختصر المفيد وفيديو النهاردة مميز عمشان هنشرح جزء مهم في جسم الانسان وهو اللوزن لو حسيت ان في مصطلحات صعبة هتقابلك في الفيديو ممكن توقف الفيديو وتروح تتفرج على المصطلحات الطبية الخاصة بالأوزن هيسهل عليك الشرحة في الفيديو ده الأوزن بكل التركيب والأجزاء اللي جواها بتنقسم الى 3 أجزاء أساسية external ear اللي هي الأوزن الخارجية و middle ear اللي هي الأوزن الوسطى وال inner ear اللي هي الأوزن الداخلية الأوزن الخارجية بتحتوي على الجزء الغضروفي الخارجي من الأوزن واسمه Oracle أو بناء وبتحتوي على القناة السامعية الخارجية واسمها external additrimitas وهي عبارة عن قناة ناكلة للصوت بتنتهي عند غشاء اسمه tympanic membrane واللي هو بداية الأوزن الوسطى الأوزن الوسطى وما تسمى middle ear أو tympanic cavity tympanic cavity هو عبارة عن تويف صغير مليان بالهوى متصل بالمستويد أنترام والنازوفارينكس الهوى بينتقل من النازوفارينكس الى الأوزن الوسطى عن طريق قناة اسمها auditory tube أو ما تسمى stickian tube الأوزن الوسطى بتتكوى من طابلة الأوزن اللي هي tympanic membrane و 3 ossicles اللي هم عظميات السامع و 3 عظمات هم الملياس وده العظم المترقي والانكس اللي هو عظم السنداد والستيبس اللي هو العظم الركابي tympanic membrane بينقلت الزات الصوت الى الثلاث عظمات المتعلقين داخل الأوزن الوسطى واللي بينقل الصوت بعد كده الى فتحة او نافذة اسمها oval window ثم الى الأوزن الداخلية الأوزن الوسطى بتنقسم الى ثلاث مناطق الجزء العلوي اسمه epitinpanum والجزء الاوسط اسمه mesotinpanum والجزء السوفلي اسمه hypo timpanum الابitinpanum او ما يسمى attic موجود اعلى timpanic membrane وبيحتوي على الهيدو زاميلس والbody of the angus ومتصل بالمستويد air cells عن طريق قناة اسمها adidas ad entram او ما تسمى mastoidum ودي القناة اللي بينتشر منها العدوى من الأوزن الوسطى الى المستويد air cells سقف الابitinpanum بيتفصل عن الميد الكرين الفوسة اللي هي الحفرة الدماغية الوسطى بواسطة طبقة عضمية اسمها تيجمن تمباني الابitinpanum بيحتوي على جزئين مهمين وهم الاسكوتم والبروساكس بيس الاسكوتم هي شوكة عضمية حادة فوق التمبانيك كافتي وبيتصل بيها التمبانيك ميمبرين والبروساكس بيس او ما يسمى lateral epitinpanic crisis هو عبارة عن حيز او فراغ محاط من الخارج بالتمبانيك ميمبرين ومن اعلى بالسكوتم ومن الداخل بالنك اوف زاميلياس ومن اسفل باللاترال بروسيس اوف زاميلياس الحدود دي كلها قناة علشان بتمنع انتشار العدوى من البروساكس بيس لاي جزء تاني من اجزاء الأوزن بعد كده المنطقة الوسطى وهي الميزو تمبانم ودي بتحتوي على الستيبس واللونج بروسيس اوف زامينكس والهندل اوف زاميلياس والراوند ويندو والاوفال ويندو واللي هنشرحهم دلوقتي برضو فاضل كده اخر جزء من الوسطى وهو الهايبوتينبانم وده الجزء السفلي واللي بيفتح في قناة اسمها استيكيان تيوب نيجي بعد كده الوسطى الداخلية وهي الانر اير او متسمى بوني لابرينز وبتحتوي الوسط الداخلية على الفيستيبيول وثلاث قناة اسمهم semi-circular canals الفيستيبيول والسيميسركولار canals مسئولين عن التوازن وهنشرح دلوقتي السبب الوسط الداخلية برضو بتحتوي على قوقعة الوسط واللي هي كوكليا ودي مسؤولة عن السمع الفيستيبيول هو عبارة عن جزء عظمي موجود بين السيميسركولار canals والكوكليا وبتحتوي على قناتين الأولى اسمها oval window ودي القناة اللي بيتصل بيها steps والتانية وهي vestibular aqueduct ودي قناة بيمر داخلها أنبوبة اسمها endolymphatic duct السمي سيركولر كنالز متصلين بالفستبيول ومنستهل التعرف عليهم والتمييز بينهم لأن في اتنين منهم علويين واحدة اسمها superior anterior أو anterior superior أي حاجة واحدة superior posterior أو posterior superior والتالتة اسمها lateral semicircular canal الثلاث قنوات بيكونوا متدخلين وبيكونوا مبطنين من الداخل بmicroscopic hairs لو شعر صغير كده اسمه سيليا وماليانين بيسهل اسمه endolymph مع أي تغيير لوضع الجسم السيل بيتحرك عكس السيليا فبيولد إحساس بالحركة وده بيساعد الدماغ على إنشاء التوازن نيجي بعد كده الكوكليا وهي على شكل حلزوني ومتصلة في قعدتها بالقناة السمعية الداخلية اللي هي internal detrimetes وبتحتوي على round window ودي قناة بتسمح بحركة بسيطة للسائل داخل الأزن الداخلية فبتساعد على انتشار موجات الصوت والإشارات العصبية المرسلة للدماغ داخل البوني لابرينس بيكون فيه نظام معقد اسمه من prenas لابرينس مليان بسائل اللي نفاول اللي هو الـ endolymph بيتم نقل السائل إلى أنبوبة اسمها endolymphatic duct واللي بتنتهي داخل كيس أو جيب اسمه endolymphatic sac والكيس ده موجود ما بين طبقتين اللي هما طبقتين اللي شرحناهم في المنينجس اللي هي الاغشية السحائية وبكده نكون خلصنا فيديو الشرح الخاص بالأزن ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس الإشارات علشان كل المواضيع اللي لسه هنشرحها وهنتكلم عنها بالمختصر المفيد اشتركوا في القناة